وقال الذي آمن يا قوم ليخاف عليكم مثل يوم الأحجاب مثل داب قوم نوح وعادل وثمود والذين من أبادهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصل ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا لك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مصرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان بني صلحا لعلي يبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله بوسى وإني لا ظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد من السبيل وما كيد الكافرين إلا في تباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعون يهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة يدار القرار من عمل صالحا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أوثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب